نبدأ بمقالي ومقال؟ ها نبدأ طيب نشوف دربة البداية مقالي ومقاله الكواليتي اخر المراهم اخر المراهم ليه بقى؟ ما احنا عايشين للوقت ايوه نادي الدولة التحكيم البطولات الحلال البطولات الحرام نادي القرن الشعبية اه 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 اتحاد الكورة كل دي مراهم اتحاد الكورة اه مش عارف الاعلام ضغط المباريات ضغط المباريات كل حاجة الان تتحول ان هم يعادي مراهم مسكن ناس تطلع اه تتكلم يعني ما سابوش حاجة اه اه انك انت تبقى لا الدنيا ماشية طبيعية اه هم عايشين اه جوهنم اه واخد بالك في الكواليتي ده كل ده كل ده هي مراهم لعل الجرح يندمل اه وكيف يندمل الجرح في وجود الاهل المتفوق اه فنروح للأسباب اه كل الأسباب بيحاول نقشك لكل أسبابك اه حاجة بقت يعني وصلت الى حالة الواحد ما بقاش عارف يعني بس انت لك مقولة انه طالما المنافس بيفكر بالطريقة دي فالاهل بخير حايل انا مش عايز اغير هو عملي فكر هو لما بيكسبش ايوه مش لأسباب تخصه خالص هو كل حاجة عنده فل ايوه احنا بس واخرها اه الواحد لا ده انت ده انت يا راجل ده انت جبار او ده انت عطلت طائرة بارنم يوني انت وصلت لمرحلة بقى انك انت يعني وبعدين الكراهية يعني كل ما تظهر انك بتكر يا ده انت كده عظيم اوي هذا ليس له الا معنى واحد اصاز ابراهيم اه انك الهاجس بتاعك جماهيرك مش الحقيقة ايوه تقولهم الكلام اللي حبه اسمعه ايوه وهو كلام دايما الانسان لما يوصلش الى اهدافه يريحهم رجم الاحلام بقى يريحهم يلاقي عظار ايوه فانك انت عمال كل يوم تدي العذر جديد ده جميل جدا اه مع ان بقى حتة الكواليتي دي بالذات ايوه مش في المصلحة خالص ايوه يعني هو انت اما انت عندك الكواليتي دايما اعلى وبعدين تبصت تلاقي ان في المنتخبات يا اصاز ابراهيم كلها ناشئين وكبار ان الكواليتي ده مش ممثل بالشكل يعني دايما اعداد تمثيل النادي الاهلي في المنتخبات في غالب الاحوال الافضل 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 اه طبعا ما هو انت المنتخب يعني انت بتاخد افضل لعبة في مصر ده مش كده بس انت لو بصيت في تاريخ الكرة في مصر البطولات تتحقق عندما تتقلق هتلاقي السوبرستار بتاع كل مرحلة هو لعب في النادي الاهلي ورغم هذا في كل مرحلة انا دي بالذات المرهب الاخراني ده اه الكوالت ما خلاص اللي هو ايه بس عشان نقول للناس الويندول من الاهلي ماشي كويس بس على فكرة الاهلي ما عندوش احسن لعيبة الزمالك عندو احسن لعيبة الكوالت بتاع الزمالك كويس الكوالت بتاع لعيبة الزمالك احسن وتلاقوا دايما وابدا كل شوية لينا كلمة خفيفة على اللسان فماشي اللي من دول الكوالت فالمهندس عاد شايف انو ده اخر المراهب لعلاج هزه الحالة الرعين لما تسألهم مين احسن جون في مصر اه قال اجمع عش الناوي اه استغلونه غلطة عشان يشكيكوا برضو اه معاول غلطة يعني مين احسن باكر ايد في مصر اه 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 هاني واكرم احسن احسن مدفعين اه يقولك بدري بنون والوينش ماشي اه كان قابل كده اخد لك الوينش معي انا اخد ما يعني مش هجاد لك ايه اه احسن باكليفت علي معلوم اه احسن خط وسط بيانجو والسلية اه وطارق وطارق حاب ماشي يا سيدي احنا اخد لك اللي انت عايزه احسن فروت النهاردة كان مصطفى محمد النهاردة الناس كلها بتتكلم على شديد بسم الله ما شاء الله على شريف اه افشا احسن صنع لها واحسن افشا طب فين بقى الكواليتي اللي في يعني وبعدين مش عايز بكشيري بقود احمد ياسر رياء لا يعني طب وبعدين انت اللي كنت عايز بقى تنزل لتحت بين المعارين ده اللي قال انه اربعة واربعة معارين اه ولا تلاتة معارين صحيح فاللي عايز اقوله وعمرنا ما قولنا الكلام ده يعني ما انت اصر الكلام ده يفيدك في ايه انا في الاخر بجيب احسن كواليتي لا بجيب احسن كواليتي استاذ ابراهيم بجيب احسن مدربين بعيش احسن مناخ بوفر احسن اسلوب عشان احقق البطولات فهتبقى انت يريحك تقول كده انا لن اناقشك مين قصرتك انت حر الاختار اللي يعجبك ملكش دعو بيا لا وقولك دعو بيا سيدي قول انا مش هاخد لعيبك انا هاخد لعيبك اه براف انت حر اه هنعملك ايه لكن العالم بيعترف بمين الارقام بتعترف بمين التاريخ بيشاور على مين اي هو ده ورغم كده يا سيدي من حقك تشعر ان انت ابنك از كابن بس هو مش بيطلع الاول لأسباب كثيرة جدا منها ان النازل صاحب ساكن جنبك اللعب التالي على فكرة بس بمناسبة الكواليتي لان دي دي ازمة في الفهم بجد وانا ممكن اتقبل ده من حد مش متخصص لكن حد لعيب كورة او مدرب كورة يبقى مفهوم الكواليتي بتاع اللعب عنده اللعب الحريف لا يبقى كده فيه ازمة حتى بيدي ازمة في الفكر الكوري نفسه حتى بيدي لانه انا متخيل انه لما حد فني يتكلم على احسن لاعب او يتكلم على الكواليتي بتاع فرقة لا اللعيب اللي عنده قدرات تكتيكية عالية اللعيب اللي عنده قدرات مهارية يقدر يوظفها لصالح الفريق اللعب اللي عنده الفكر والقرار اللعب اللي عنده قوة بدنية اللعب اللي عنده قوة زهنية اللعب اللي عنده انضباط تكتيكي اللعب اللي عنده انضباط سلوكي فيه معايير كتير حتى في مقاومات اللاقة البدنية السرعة والرشاقة والمرونة دي كلها حاجات تكون الكواليتي او الجودة لكن فكرة ان انا يطلع حد يقولك هو مين احرف لعد يعني ايه انت كده بتتكلم عن السرك القوم مش على كورة القدم بجد او نرجع نلعب كورة شراب لو هي بالشكل ده لكن فكرة ان انا مش عايز او عايز اجامل فريق او عايز انكر على فريق زي النادي لانه يضم نخبة من اللعيبة متميزين وصلين لنهاي افريقيا للمرة التانية على التوالي او التالتة على التوالي حتى سيد فريق بالمعايير دي على مستوى الجمهور اختلفت الجمهور بقى اكثر وعيا وفهما بيحلل اداء بيقولك مدل انا استفدت من المهارة ايه انا استفدت من المهارة ايه انما ورغم هذا انا مش شايف ان دي قضية تزعلنا